سلام الله عليكم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات أرحب بكم في درس من دروس مادة اللغة العربية ضمن مكون علوم اللغة وهو درس الكتابة العروضية والتفاعيل نشير بداية إلى أن هذا الدرس يرتبط بجنس إبداعي وهو الشعر فما هو الشعر وما علاقته بالكتابة العروضية والتفاعيل يعرف الشعر حسب أشهر التعريفات المتداولة كونه كلام موزون مقفى يدل على معنى إذن فالوزن سمة مميزة للشعر العربي ومن أهم مكوناته لنبدأ بالكتابة العروضية لنقرأ البيت الآتي ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم لا شك أنك لاحظت أن ما كتب ليس ما هو منطوق في قراءة البيت أي أن المنطوق يخالف المكتوب لاحظ الكتابة الآتية فكلمة ريم كتبت على هذا الشكل حيث تم كتابة الضمة الثانية في الميم نونا ساكنة كما تم فك الإدغام في كلمة أحل حيث صارت حرفين الأول ساكن والثاني متحرك كما تمت إضافة ياء مجانسة للكسرة في آخر الشطري علمي الحرمي هذا فيما يخص الحروف التي زيدت لاحظ كذلك أن الألف على القاع حذفت في الكلمة الأولى وفي الكلمة الثانية وتم دمج الكلمتين في كلمة واحدة لالتقاء الساكنين الأمر نفسه في بين الباني وكذلك في الأشهر والحرم إذن هناك مجموعة من الحروف التي تحدف وهناك حروف أخرى تضاف نستنتج الكتابة العروضية هي إعادة كتابة للبيت الشعري بكتابة ما ينطق وحد في ما لا ينطق ويتحقق ذلك بزيادة أحرفين مثل فك الإدغام يكتب الحرف مرتين مرة ساكنا ومرة متحركا مثل مدّة نكتبها مدّئد وكتابة نون التنوين نون ساكنة ريم ريم وزيادة ألف في بعض الكلمات مثل هذا لكن الله زيادة مدّ مجانس لحركة الحرف الأخير في الشطر الشعري أي ننتهي ينتهي كل شطر بكلمة إذا كانت هذه الكلمة تنتهي بحرف متحرك نأتي بحرف يجانس الحركة مثلا والعلمي الحرومي فالياء ناسبت وجانست حركة الميم المكسورة إشباع حركة ضمير الغائب المتصل إذا جاء بعده متحرك مثال عنه عنه إذن إذا كانت وسط الشطر الشعري ويتحقق كذلك من خلال نقص بعض الأحرف مثلا حدف القمرية في عبارة رأيت البحر تكتب رأيت البحر حدف الشمسية في قولك رأيت الشمس وحدف همزة الوصل فانطلق أواخر حروف الجر كذلك المعتلة تحدث وهي في إلى على عندما يليها ساكن في البحر إلى البيت على الشاطئ الآن نمر إلى التفاعي لنقرأ البيت السابق ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دم في الأشهر الحرم إذن عند تقطيع هذا البيت سنحصل على هذه النتيجة إذن لاحظ أننا حولنا الكتاب المنطوقة إلى كتاب عروضية ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دم في الأشهر الحرم ومن خلال هذه الكتاب العروضية سنقوم بمطابقة ومقابلة الحركات أو الأحروف المتحركة بحركة مائلة ومقابلة الحروف الساكنة بسكون أو دائرة صغيرة ومن خلال هذه العملية سنتحصل على تفعيلة وهذه التفعيلة هي أساس البيت الشعري هي وزنه العروضي وهذه التفاعيل هي في اللغة العربية من مكونات البيت الشعري وعدد هذه التفعيلات عشرة وهي فعول فاعل متفاعل مفاعلة مفاعل مفعولات مستفعل مستفعل فاعلات فاعلات الآن لننطبق لنكتب البيت الآتي كتابة عروضية قف بالمعرة وامسح خدها التربى واستوحي من طوق الدنيا بما وهبى إذن بعد قيامك بهذه العملية ستحصل على النتيجة الآتية قف بالمعرة وامسح خدها التربى واستوحي من طوق الدنيا بما وهبى لاحظ بأنك ستقوم بفك الإدغام عن الرائف المعرة وتكتب حرفا ساكنا وحرفا متحركا وكذلك ستقوم بحذف الألف من كلمة وامسح وفك الإدغام في خد الدهاء وحذف الألف واللام في التربى وكذلك حدف الألف في السوحي وفك الإدغام في طوق والدنيا وحذف الألف في هذه الكلمة كذلك التمرين الثاني أو التطبيق اختر من التفاعل الآتية فاعل فاعلات فعول مستفعل التفاعل 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 المناسب لكل مكون من المكونات الآتية قف بالمعر طو قد قريب الآن سنطابق يعني هذه الرموز بالتفاعلات سنتوصل إلى تفاعل مستفعل قف بالمعر وتفعلت فاعل طو قد وقريب فعول في ختام هذا الدرس أشكركم على حسن تتبعكم وإلى لقاء آخر بحول الله تعالى